تبنت الدولة منذ سنوات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر لدفع التنمية الاقتصادية وجاء ضمن تلك المشروعات مصنع الثرية لصناعة البلاستيك في المينيا والذي يصدر كثيرا من منتجاته إلى الدول العربية والإفريقية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر هدف تبنته الدولة منذ سنوات في ضوء التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودفع عملية التنمية الاقتصادية هنا في مجمع الصناعات بالمطهرة بمحافظة المينيا يغطي مصنع الثرية لصناعة الحصر البلاستيكية في مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي ويتم تصدير بعض المنتجات إلى الدول العربية والإفريقية المصنع أعتبر قائم من شهر تلاتة عالفين وواحد وعشرين أعتبر أول واحدة صناعية خدتها من تاني يوم بدأت فجرات التركيص والسجيل الصناعي وطبعا نزلت المعدات جبت في الأول خمس مكينات نسيد بعد كده جبت مكين مكينات كسيودر سخنات وابتديت طبعا الحمد لله في خلال ست شهور إن أنا هزول عدد المكان بقى عندي دولة حاليا يعني الحمد لله عن فضل من ربنا ستاشر مكينة نسيد أنا كسناعي إن أنا عابل حصيرة هطلع عابل لغاية القامة في المكان هطلع حصيرة نظيفة بس هذه المطلوب مني أنا كسناعي عشان نصنع على الشكل الحصيرة اللي بتطلع رأسنا بتطلع نصنع على السودان الجزائر تونس المغرب في أي حتة بطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الدعائم الأساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث قامت الدولة بتيسير الإجراءات والحصول على حوافز متنوعة وذلك من خلال عدة مبادرات مختلفة تسهم في توفير الدعم المالي والخدمات المختلفة لهذه المشروعات